في ظل تراجع شعبية المحافظين في ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل بسبب أزمة اللاجئين وأعدادهم المتزايدة يوما بعد آخر وافقت الحكومة الألمانية على قوانين أكثر صرامة من المعمول بها حاليا لتنظيم شؤون اللاجئين والحد من تدفقهم إلى البلاد أهم ما في التشريعات الجديدة أنه سيتم إعادة المهاجلين إلى بلدانهم الأصلية إذا وجد أنهم لا يستحقون الحماية بالإضافة إلى تسريع إجراءات اللجوء وإنهاء الفوضى القائمة كما تشمل التشريعات أيضا الإسراع ببناء الملاجئ وصرف إعانات بمعدل ثابت تبلغ 670 يورو شهريا لكل لاجئ تصرف اعتبارا من العام المقبل وتمولها الحكومة الاتحادية من جانب آخر فقد وجه السياسيون الألمان انتقادات لاذعة إلى المستشارة ميركل بأنها أججت تدفق المهاجلين بمنحها طالبي اللجوء الضوء الأخضر للمجيء إلى ألمانيا هذا وما يزال تدفق آلاف المهاجلين عبر المجر من كرواتيا وصولا إلى ألمانيا والنمسا مستمرا عبر ممر بقي مفتوحا رغم شائعات حول إغلاق السلطات له وتستعد ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا لاستيعاب ثمانمائة ألف لاجئ ومهاجر يتوقع أن تستقبلهم هذا العام